تعود أزمة التعدي على أراضي الدولة لتطفو على السطح بالعراق لكن بمستويات أكثر تشابكا سيطرت فيها الأحزاب على الأراضي وما لبثت أنباعتها للمواطنين لتترك وراءها عشوائيات تنتشر في كل مكان وينتشر فيها الفقر والحرمان هنا في حي الأسرى والمفقودين بمدينة كاركوك في محافظة التأميم بعد 12 عاما على بنائهم منازلهم يفاجأ السكان بقرار السلطات إخلاءهم بحجة تعديهم على أراضي الدولة ووقوعهم ضمن حدود مشروع تحديد مسار نهر الخاصة اشتريت القاع اشتريت من واحد هو مستلم من الحزاب وعندهم مهوية هويات الحزاب مستلمها من عدهم أنا جد أخذني أنا ما عندي إمكانية أشتري ببيت طافو 40 مليون 50 مليون قاع ما عندي إمكانية اشتريت هذا بمليون القاع وبنيته بيدي يبانين هنا بهذه المنطقة مو بنوها اعتباطا أحزاب كردية وزعتها لهم وهسع سكانها من هنا الناس باعوا واشتروا وصاروا من مختلف مكونات كاركوك ساكلين بهذه المنطقة لا يعرض سكان حي الأسرى والمفقودين إفلاءهم من منازلهم لكنهم يطالبون السلطات بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية بتعويدهم بمنازل في منطقة أخرى بس قبل الانتخاب قبل المنصر الانتخاب واحد واحد يتقون باب خلي يسمعوني كلهم يتوسلون بنا نروح ننطي صوتنا وهسا بهذه اللحظة ولا واحد واصل يمنى ونصنا مع وقين أنا رجال متقاعدوا مع وقين وازباب صحية طالع من الجيش يعني وين نروح إذا ينطونا قطعة أرض تعويض نطلع أكو بيوت يم كوباني تسعين بيت مادي تسعين مئة وعشرين خلي نطونا من هذا البيوت إذا كانت متجاوز يعني ليش ينطونا كهرباء ومي والساعات الكهربائية والمجاري كلها مؤسسينة فيعني الناس كلهم فقراء يعني ما عدم إمكانية كلهم يعني عدم معوقين كبار السن أطفال يعني يعني عدوهم طلاب وين يروحون بهذا خمستعاش يوم إحنا ما نطلع لازم ينطونا تعويضات إلا لازم نطلع يعني الخاصة إحنا كنا بيعني نتمنى يصير عراقنا أفضل الحلم بعراق أفضل هو كل ما تبقى للعراقيين الذين اضطروا للبناء في العشوائيات والتي سكتت الحكومة المتعاقبة منذ عام 2003 عن تجاوزات الأحزاب فيها وفشلت لاحقا بتحقيق التنمية لسكانها نتيجة الفساد بمشاريع سكنية لم تكن إلا حبرا على ورق ترجمة نانسي قنقر